نكمل ونلقي الدوء على تصريحات اللاعبين ونروح تحديدا يعني الأفشل بعد المباراة أفشكا ليه يعني مش تصريحة لقدم هو اعتذر للجماهير وهو قال الجميع تعهد على الفوس في المباراة القادمة وحزد البرونزية وتعويض الجماهير على الإخفاقات أمام بالمراس البرازيلي نفس الكلام برضو يعني قاله محمد هاني وأكد أن التوفيق لم يكن حليفهم وأن اللاعبين يعني أدوا برجولة رغم كل الصعوبات ولكن دي طبيعة قرة القدم أعتقد أننا نتفق معكم جدا نروح بقى لباتشو موسيماني كان ليه برضو بعد التصريحات يعني هو قال أن مباراة بالمراس كانت صعبة خاصة في النصف الساعة الأخيرة والفريق حاول العودة مجددا برغم تأخره بهدفين لكن لم يحالفنا التوفيق وأكد أن طرد أيمن أشرف وده على فكرة عليه كلام حنتكلم برضو بالتفصيل أثر بشكل كبير على الأداء ومجريات المباراة كما تقادى الحكم أو تغادى الحكم عفوا عن ركلة جزاء أيضا بعد عرقلة أحمد عبدالقادر في الدقيقة تحديدا الخمسة وخمسين ورغم العودة إلى تقنية الفيديو هو مفروض أن أشار الحكم بغرابة شديدة يعني اللي هو استمرار اللعب فحنقول إيه ده ده الكلام اللي برضو عليه علامات استفهام خلاص إحنا منتظرين البرونزية وكلنا ثقة فيكو يعني كلكو أن أنتوا تكملوا في مسيرة البطولات أو في مسيرة البطولات فدي كانت التصريحات الخاصة ببعض اللعيبة ويبي باتسو موسيماني تاني حنر